بمذكرة وزعت على الدول الأعضاء دعت جامعة الدول العربية إلى اجتماع طارئ في التاسع عشر من الجاري لبحث ما سمته الخروق الإيرانية إذا لدينا مشكلة مع إيران يجب أن يتواجه إيران مباشرة يجب أن يتواجه كل شيء السعودية لم يعد مواجهة مباشرة مع إيران يختارون السعوديين لخوض معركة إيران قضايا صعبة أن يحققوا فيها مثل قضية ما صار معنا في لبنان هذه ليست فشل لألون مواقف لبنان الأخيرة في الجامعة العربية فيما يتعلق بهذه القضية كانت امتناعه عن التصويت على القرار المتعلق بالأزمة السعودية الإيرانية وكذلك على قرار عربي يدين سياسة إيران في المنطقة كما اعترض سابقا على بيان الجامعة لذكره حزب الله وربطه بأعمال إرهابية الأحد المقبل يرجح أن يمتنع لبنان عن التصويت وينأى بنفسه ليكون الانقسام سيد المواقف فعندك الإمارات وعندك البحرين قطر ستكون ضد الكويت وعمان يمكن يوقفوا على الحياد هلأ عندهم هن الوفد اليمني بخصون كمان حطينا مقصوم اليمن واللي ممثل اليمن في الجامعة بخص السعوديين فهي راح تصوت ما بعد إدلب مصر بتصوت معهم ولا بعد إدلب المغرب العربي بتصوت مع السعودية ولا بعد إد العراق بتصوت السورية مش موجودة النائب النافسين ما بعد إدلبنان راح يصوت على إدانة إيران من قبل نفس أنه أعملوا إلا إذا كان في إجماع عربي إذا كان في إجماع عربي بيمشي فيها إذا ما في إجماع عربي ليش بريد يمشي تحليلات صحفية كثيرة تشير إلى إمكان طرح تجميد عضوية لبنان في الجامعة العربية فهل تتسم هذه التحليلات بشيء من الواقعية؟ السعودي عندنا مشكلة من دون شك عندنا مشكلة ومعظم المشاكلة تخطرون هي هي عبتجيب هالمشاكل لنفسها هلأ شو بتعمل الجامعة؟ شو بتقدير تعمل الجامعة؟ لأنه الجامعة مين بيسمع لها؟ أذا طلب بيان من الجامعة مين بتأثر فيه؟ وأذا طلد لبنان من الجامعة بوفر لي اشتراك ما بدينك بيستغرب لأنه الأشياء اللي عبتطلع من السعودية حقيقة ما بيستغرب أذا كمان جربت تشيل لبنان من الجامعة وشو الخصارة الكبيرة يعني أذا شلنا لبنان من الجامعة؟ تجميد عضوية لبنان طرح يستبعده بوحبيب لكنه يرى أن المرحلة الحالية علمتنا أن لا نقول عن أي احتمال مستحيل ليالبو موسى قناة الجديد